بعد تكافؤ في اثنتين عشرة مواجهة لمن ستأول الغلبة خلال موقعات حديقة الأمراء بين باريس سنجرمان وبرشلونة حيث طلعنا موقع العين الإخبارية باريس سنجرمان ضد برشلونة من يفض الاشتباك في دوري أبطال أوروبا ساعات قليلة تفصل عشاقة كرة القدم عن قمة نارية بين باريس سنجرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني الأربعة في بطولة دوري أبطال أوروبا ويستضيف سنجرمان نظيره البارس على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة في ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وبالنظر إلى مواجهة الفريقين السابقة في دوري أبطال أوروبا نجد أن الكفة متساوية بشكل واضح وهو ما يجعل القمة المرتقبة بعنوان فضل اشتباك بينهما وسبق وأن تواجه الفريقان خلال 12 مناسبة بالمسابقة الأوروبية الأعرق على مستوى الأندية ونجح برشلونة في الفوز أربع مرات مسجلا 23 هدفا مقابل أربع أخرى لباريس الذي أحرز 21 هدفا وحسم التعادل أربع مباريات بين الطرفين ترجمة نانسي قنقر